اليوم الثاني والعشرون للموجة الثانية من ثورة تشرين التي يصفها الكثيرون بقيامة العراق فهنا الأرض تمور تحت أقدام المدججين بالسلاح وهم أمام شباب عزل لا ينادون سوى للعراق يوما بعد آخر تزداد شعلة الثورة توهجة وتتسع بقعتها في بغداد اعتصم المتظاهرون بالتحرير ثم الخلاني وامتدوا وصولا إلى جسر السنك والأحرار الذي تكابد الأجهزة الحكومية لفضل التظاهرات هناك فيتساقط يوميا الشهداء تباعا يقتفي أحدهم أثر الآخر جنوبا لا يقل الأمر ضراوة فقد شهدت محافظات كربلاء وذيقار والبصر وميسان والقادسية والنجف وبابل والمثنة ملاحمة بطولية سطر فيها المتظاهرون السلميون ما لا يقدر السلاح على كتابته حيث رويت بدماء العشرات منهم الأرض وكشفوا عن وجه لطالما حاولت السلطة إخفاءه عن أهل تلك المدن الأصلاء إنها الهوية العراقية المحظة تستمر الثورة ويستمر نهر العطاء وها هي جمعة الصمود تكلل شهرها الثاني بانضمام شرائح المجتمع المختلفة لها أطلاب النقابات العمال وغيرهم أجمعوا على أمر واحد لا مناصة منه استعادة العراق من يد جزاريه لكم يبدو سخيا أن يجود الشباب بزهرة أعمارهم لأوطانهم بهذه العزيمة والإصرار المنقطع النظير لعله الجيل الذي تنبأ بظهوره الشاعر العراقي الجواهري فقال قولته سينهض من صميم اليأس جيل عنيد البأس جبار عنيد يقايد ما يكون بما يرجى ويعطف ما يراد لما يريد